الشيخ نعيم حسيني قردقندي في سطور هو باحث في معهد دراسات الحضارة التوحيدية في قم المقدسة حاصل على شهادة الهندسة الكيميائية من جامعة شريف وتدرج في الحوزة العلمية ووصل إلى مستوى البحث الخارج لديه تجارب وويفية كثيرة ومقالات علمية وفيرة عنواناتها متعددة في مسيرة الأربعين وتجلل حياة الإيمانية والخطة الاستراتيجية لمركز شؤون المساجد ومركزية التفكير في الفقه الإسلامي سيشرع الآن ببحثه مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعلى أخيك العباس الذي واساك بنفسه ورحمة الله وبركاته أيها الحضور الكريم الإخوة والأخوات مع حفظ الألقاب والعناوين السلام عليكم ورحمة الله على أعطاب يوم المباهلة العظيم الذي هو على تعبير أحد المراجع العظام هو أحد الواجبات الركنية لغضية الولاية لأهل البيت عليه السلام كيوم الغدير وهو أيضا من الدلائل الواضحة على أن النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان نبارك هذه المناسبة لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وللأمة جمعاه وأيضا نبارك ونشكر لجميع المساعي المبذولة من جانب مقيم هذا المؤتمر المبارك وهذا الأسبوع المبارك بما فيهم اللجان العلمية والتحضيرية وعلى رأسهم سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة حفظه الله قبل الورود في ملخص بحصي أود أن أشير إلى أنه ليس لدينا أي عامة المتدينين في الشعة المعلومات حول الأئمة المتأخرين عن الأئمة بعد الإمام الرضا عليه السلام كما عرفتنا من مثل أمير المؤمنين وسيد الشهداء عليه السلام وهذا أمر جدير بالاهتمام والدراسة الدور التمهيدي لهذه الأئمة لتمهيد الأرضية بين الشعة وتعبئة المقدمات لغيبة الإمام المهدي عليه السلام أمر هام وبسبب مقتضيات عصرهم من التقية والصعوبات الأخر غاب عن الأنظار حتى زماننا هذا هذا الأمر يتبلور أيضا في أجواء مقامات هؤلاء الأئمة خاصة العسكريين عليه السلام في سامرة وأيضا في مراسيم العزى لذكر استشهادهم أو احتفالات يوم ميلادهم أما بحثي حول قضية عسمة أهل البيت عليه السلام في الزيارة الجامعة الكبيرة فكرته جاءت من النقطة التي كنت أفكر فيها وهو أن هذه الزيارة التي هي دورة كاملة من معارف الشعة الاثنى عشرية حول مكانة الإمام المعصوم في العالم ومميزات الإمام والموقف المناسب الذي يجب أن يراعى من أتباعهم وعلى تعبير العلامة المجلسي رحمه الله إنها أصح الزيارات سندان وعامها موردان وأصحها لفظا وأبلغها معنا وعلاها شأن ما هي النقاط الرئيسية فيها والمرتكز عليها لتثبيت الإمامة كنظام للأم بعد دراسة الزيارة بهذا المنظار وبعناية من أهل البيت عليه السلام عرفت أحد المرتكزات المهمة التي كثيرا ما أشار إليها بأشكال مختلفة وبتعابير وأساليب مختلفة هي قضية عسمة أهل البيت عليه السلام ولعلها أكثر دورا لتثبيت الإيمان بالأئمة وأخذ ما أمرهم به وانتهاء عما نهاهم عنه والتبعية منه لذلك بادرت بجمع هذه النقاط وقسمتها بالتصريحات أي ما لا يحتاج إلى الحد الوسط بمعناها المنطقي لفهم العصمة والتلويحات أي ما يحتاج إلى الحد الوسط لفهم العصمة منه وعلى هد مجال المقالة أشرت إجمالا إلى هذا الحد الوسط لكن لا بمعناه الفلسفي الدقيق بل مع مصامحة طبيعا في البداية ومقدمة للبعث بحثوا كلمة العصمة لغبيا وإصطلاحيا التي له معنى الإمساكي والمانع في كتب اللغة ومصطلح خاص في الدراسات حول الأنبياء والأولياء وهو الإجتناب من الخطأ والذنب طيلة الحياة في الدنيا لكن هناك خلافات بين المذاهب المختلفة بين الشيعة والسنة وحتى بين علماء الشيعة في حدود العصمة وموردها والأشخاص المعصومين وهو طيف بين الإعتقاد بعسمة النبي فحسب في نقل الوحي فقط إلى الإعتقاد بعسمة الأنبياء والأئمة الاثنين عشر والصدقة الكبرى في النقل وفي الفعل مما فيه من الذنب والخطأ والسهوي والنسيان هناك أقوال من العلماء المتقدمين والمتأخرين جئت بها في بحث لكن من نسبة إلى الزيارة التي نرى في كلمات الأئمة حثا كثيرا وتشجيعا بالغا إليها وهي ليس إلا حضور الزائر عند المزور يوجد في التراث نصوص للزيارات المختلفة وحقائق معرفية كثيرة فيها نصو الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا في بحثي في البداية أشرت إلى أسنات هذه الزيارة التي نقلها الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه والعيون وبعد ذلك نقل منه الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب لكن من أحد الطرق المنقولة من الصدوق ولا ينقل من باقي الطرق هنا من الجديد بالذكر ما يشير إليه سمحت المرجع الديني آية الله جوادي عامل حفظه الله وهو أن نص زيارة الجامعة الكبيرة بشكل يستبعد كل إنسان منصف صدورها من غير المعصوم وهذا أمر محال عادي أما عسمة أهل البيت عليه السلام في هذه الزيارة جمعته خمسة عشر من إبارات الزيارة بما فيها ثمانية منها التصريحات وسبعة منها التلويحات لألا أطيل الكلام أشير إلى النموذجين من كل الغسمين في التصريحات كما تعلمون هناك التعبير بعصمكم الله من الزلل أو أشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون الذين صرحوا بالعسمة بنفس الكلمة ويغنينا عن البعث لكن فيه إشارات ضريفة لفهم كيفية العسمة وحدودها وإشارت إليها في هذه المقالة لكن هناك التعابير الأخر مثل عبارة الحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه أو التعبير بأمره تعملون أو العاملون بإرادته نفهم منها العسمة ليس كالتعبير بالعسمة لكن يحتاج إلى تأمل قليل فيها ولا يحتاج إلى شيء آخر لتوضيحه الذي هو الحق معه وفيه ومنه وإليه طبعا لا يمكن أن يخطأ أو من يعمل بعمر الله وبإرادة الله كيف يتصور فيه العصيان هذا في القسم الأول أما في التلويحات في عبارة من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله يمكن فرض الإطاعة بدون فرض العسمة كما في التعامل مع الوالدين أو المراجع ومن شابه ذلك لكن جواز الإطاعة بشكل مطلق ليس له معنى إلا عسمة المطاع عن الخطأ فضلا عن المعصية جعل التساوي بين بعض الأمور المنسوبة إلى الإمام والأمر نفسه بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى دال على علوه مقام الإمام ورافعته لذا نستنبت أن الحث والتشجيع بهذا الشكل وبدون أي تقييد من الرب الحكيم والهادي الكريم يدل على أنهم معصومون عن الخطأ والخلجان في أمرهم المورد الآخر في مثل عبارة عترة خيارة رب العالمين نقول العترة بمعنى الأهل والآل وفي الأدب الديني تطلع على أهل بيت النبي عليهم صلى الله عليه وسلم ولذلك نفس هذا الإطلاق لا يرتبط بمقولة العسمة لكن بالإضافة إلى حديث الثغلين الذي ينقله صاحب بصار الدرجات باستنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إني تارك فيكم الثغلين أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله عترة أهل بيتي فإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض العترة ملازمة مع كتاب الله ومن تمسك بهما لن يضل أبدا وهذا الأمر يدل على عسمة الإترة عن الزلل والإنحراب فضلا عن الخطأ والمعصية بمعونة العلم بحفظ القرآن من التحريف من جانب الله سبحانه وتعالى وفي الخطأ نقول أن المتكلم البليغ يتكلم حسب الظروف مع ما يحتاج كلامه من التأكيدات وهذا المقدار من التأكيدات على قضية العسمة ناشئ من مشكلة في أعقائد الشيعة والتابعي لمدرسة أهل البيت ذاك الوقت لا بد معالجتها والأمر كذلك في عصر الأئمة المتقدمين كما يوضح التاريخ الأمر لنا والقائلين بهذا الأمر كانوا يتهمونها بالغلوب في بعض الأحيان والإمام الهادي عليه السلام إضافة إلى ما قام به من تشكيل تنظيم الوكالة في عصره قام بإصلاح الرؤية الشيعة إلى الإمام ونحن اليوم على هذه المائدة الكريمة والثمينة والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لسماحة الشيخ حسيني على ما أفاض من تصريح وتلميح في الزيارة الجامعة الكبيرة